ينضم إلي عقل زيادني صاحب محل تجارية وعضو لجنة المجمع التجاري من رهط وينضم إلي عبر الهاتف أهلا بك ما هي المخالفات التي وصلت إليكم وما هي المشكلة وما هي عوامل المشكلة نكتر كريمة بداية أنا أشهركم على استضافة في هذا البرنامج دعنا نوضح عدة أمور ونضع نقاط على الهروف بعيدة عن الاستعلاءات والجعجعة بدون طحن بداية النقطة الكريمة نحن أصحاب المحلات التجارية لسنا ضد العمل التنظيمي والعمل المهني وخاصة في المركز التجاري في مدينة رهن نحن كمان مرة لسنا ضد أشخاص ولسنا ضد مؤسسات الغرض هنا أختي الكريمة الاختلاف هو اختلاف في نوعية العمل وحقوقنا المشروعة في هذا المجال أختي الكريمة أنا استمعت إلى تقريركم واستمعت إلى تعقيب مدير الشركة الاقتصادية والذي هنا لك خطأ الشركة الاقتصادية هي ليست الزراع الاقتصاد للمدينة رهن الشركة الاقتصادية مشؤولة عن مشروعين المشروع بركة التجارية والذي يعني لم تعيد بفائدة اقتصادية على المدينة وخاصة لو نظرنا إلى تقرير الموازنة سنة 2020 بهذا المشروع ومشروع صغير لا تتاب في وسط المدينة أختي الكريمة لو ذهبنا إلى المراكز التجارية في أقرى مدينة لنا وهي مدينة بيرستبع هذه المراكز والذي تحتوي داخلها كبرى الشركات العالمية هي قد أعفت هذه المحلات التجارية من دفع مقابل الركن المدينة هل توصلتم مع جهات مسؤولة لإعفائكم من الدفع؟ أختي الكريمة نحن لا نطالب بإعفاء نهائي ولكن نحن نبحث عن صيغة تكون تلبي شيئا من احتياجاتنا لا يعقل أن تقوم بلدية رهب بتوكيل شركة اقتصادية بين هلالين بمعالجة هذا الأمر ويقولون لنا هذا ما لديكم أختي الكريمة كمان مرة أقولك نحن في المجتمع العربي حتى رجل الأعمال هو فقير نعم يعني وهذا مغارنة مع الوسط اليهودي يعني الشركة الاختصادية تغني على موال يقول نحن نمنح نصف ساعة أولية لمن نصف ساعة أولية للذين يحملون بطاقة اعتماد ولديهم بطبيق البنجو أختي الكريمة خلال عملية إحصاء يعني في مدينة رهب الذين يمتلكون هذه الصيغة هذه المعادلة من فقط 15%